بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة وهم بلاخنتهم يوقنون أولئك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمحا كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب نليم إن الذين آمنوا وعاملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في أرض رواسي أن تبيد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعيظه يا أبني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصيد وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطحهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا أبني إنها إن تكم إثقال حبة من خربل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرضيات بها الله إن الله لطيف خبير يا أبني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضد من صوتك إن أنكر رصوات لصوت الحميد ألم ترون الله سخر لكم ألم ترون الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهنة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن ككفره إلينا مرجعهم فننبعهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نبطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة نقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سبيع بصير ألم تر أن الله يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولديه ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعنم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم